في أولي زيارة لها إلى العراق ذهبت ملالة يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل للسلام للقاء الأطفال في مخيم حسن شام لنازحي مدينة الموصل من أجل تسليط الضوء على احتياجاتهم وحقهم في الحصول على التعليم والتقت يوسف زاي مع قاطني المخيم خاصة الأطفال الذين حثتهم على الثقاب أنفسهم والسعي لتحقيق أحنامهم